وهو وزير الخارجية النمساوي الصراع في غزة غير متكافأ وحماس لا تلتزم بالقوانين ده كان تعبير من وزير الخارجية النمساوي أليكزندر شالنبرج اللي اتهم في حماس انها ما بتلتزمش بالقوانين الدولية وان كان بيتكلم او يتحدث عن الزمية اسرائيل بعدم المساز بالمدنيين ولكنه هو كلام لاني الـ 38 ألف الذين قتلوا هم من المدنيين يعني بصراحة هذا اكبر دليل عن حالة ان السيد شالنبرج يعيش حالة انفصام حالة انفصام ما منعرفها حزب الشعب كله على ما يبدو سيد ممدوح يعيش حالة انفصام بصراحة غير مفهومة غير واضحة يعني عم بقول انه الوضع غير متكافأ والمواجهة غير متكافئة وان حركة حماس الارهابية الاسلامية المتشدد لا تبالي بالقواعد الانسانية الا نحن متفقين معه ان حركة حماس فعليا هي شريك في هذه الجريمة لتحصل في غزة ولكن من يقوم بهذه الجريمة؟ من يقوم بهذه الجريمة هي اسرائيل صحيح ان من اعطى الاشارة هي حماس ولكن من يقوم بها اسرائيل هذا التفخد اختلفتنا شو ما بدنا نحكيه؟ هذا واقع اليوم من يملك الطائرات من يملك الاسلحة بعيدة المدى؟ اسرائيل وليست حماس حماس يملكون بعض الالعاب النارية صراحة ليست اكثر من ذلك ولكن قتل وتدمير غزة على رؤوس ساكنيها بصراحة هذه جريمة لا يتحملها الا الارهاب نتنياهو الذي هو يمارس هذا العنف لماذا سمح لحماس لان تتغول بهذه الطريقة في غزة؟ لماذا سمح لحماس لان تملك هذه الاسلحة؟ من اين جاءت هذه الاسلحة؟ هل سقطت من السماء؟ هي دخلت يا من مصر يا من اسرائيل احد الطرفين وبمباركة دولية بشكل او باخر الاسلحة الايرانية والتقنيات الايرانية لبنان بعيدة وين زي سيد الكريم؟ في بحر وين تدخل؟ اي لبنان؟ تماما قالوا نقلت عن طريق البحر اي بحر اي بحر هذا اللي بتلفها اللفة الجنون يحكي وعاق يسمع على سيد الكريم هذا كلام غير قابل للتطبيق ولا بأي حال للأحوال المنطقة البحرية بمراقبة كاملة من الطرف الفلسطيني او الاسرائيلي او من الطرف المصري اذا مرت البواخر اذا هي يا متفقين مع المصري او مع الاسرائيلي وهنا يحلوها بين بعضهم انا وانت غير معنيين بهذا الموضوع فبالتالي يا سيد الكريم يوجد جريمة اليوم في فلسطين في غزة تمارسها اسرائيل سمحت بها ميليشيا حماس الارهابية هذا هو الواقع فمع الاسف تستمر السياسة الحالة النمساوية بالانفصام عن الواقع وبالتصريحات بس هو بيطالب بحل الدولتين الموضوع ملوش حل غير ان يكون في دولتين محن بسمعه هو هو الشالنبيرج والسكرتيرا اللي عنده واللي بيتابوه على موقع اكس اما غير من هيك ما حدا بسمعه للسيد الشالنبيرج بصراحة اشتركوا في القناة